بغيتنا ربما نصحح بعض الآراء الشائعة والتي أعتبرها غير صحيحة لأن البعض تتكلم على فشل النموذج القديم وهذا غلط وليس بصحيح وبالتالي خلصنا نعرف بأن النموذج الموذي للبلادنا اللي كنا تشتغلنا عليه أعطى نتائج جد مهمة هناك تركه مجد مهمة هناك تفرى نوعية قوية لحقتها بلدنا البناء التحدية هناك هكالة عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بلدنا كذلك تمكنات من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية القوية اللي عرفها العالم في 2008 عرفت بلدنا كذلك ترصيح حقيقي دي المصر الديمقراطي وحقيقة ثاني اللي بغينا نعرف لا بلاتي بخصنا عرفو كذلك بمعنى وهذه ظاهرة طبيعية جدا كان واحد القاعدة دي الله بلاس قوس أي ظاهرة تتبدأ في الصعود تتوصل الواحد لمستوى دي النضج وبعد ذلك تتراجع الآن اللي وقعتنا في بلادنا وهذا أساسي جدا أن هناك تنبه بأنه صنا الواحد الحد لأنه حد تقدمنا في مناة التحتية تقدمنا في عدد من المجالات إلا أنه هناك وعي بأن المجال الاجتماعي موصلنا في المستوى اللي بغينا هذه النقطة الأولى لأنه هناك تحديات جديدة هناك معطاية جديدة هناك وضع جديد هناك سراعات معينة في بعض المناطق إلى غير ذلك وبالتالي هذا يفرض أنه طبيعة الحال يتم مراجعة النموذج أعتبروا وأنا جد سعيد أنكم خصطوا هذه الحلقة للضر دي الأحزاب السياسي لأنه أعتقد أنه وصل الوقت باش نوقفه عن تبخيص العمال دي الأحزاب السياسي ما يمكنش تكون ديمقراطية بدون أحزاب سياسي هذه قسنا نفهمها واش الحزاب السياسية تقوم بالعمل دي الهاكي فقسها تقوم به هذا قد رجعوا لهم بعد لأن هناك كذلك صناديق الاقتراع لتتحكم العمال دي لكل حزاب أنا أعتبر أن من أهم المهام دي الأدوار والأدوار دي الأحزاب السياسي بل من المسؤولية دي لها إنتاج الأفكار اقتراح مشروع مجتمعي أن الحزب يحسب النمر المجتمع أن الحزب الدور دي ينشر القياه كذلك أنه يساهم الدور دي الأحزاب السياسي ينتاج أفكار بالوارد مشروع مجتمعي وليس فقط ذلك وهنا هو الفرق ربما اللي خصنا نوعي به ندير الأفكار ندير مشروع ولكن نعمل أن ننوضعه أن نفسره أن ننقنع وأن لما ننجح في انتخابات نوضعه وحلو مقولة فقط مقولة نهائيا في آخرة واحد راجل سياسي كبير قلك لا يكفي أن تكون الفكرة جيدة لكي طار النور وتطبقها في الميدان لأن نخصها الناس اللي يحملوها اللي يدفعوا عليها اللي يفسروها ولا يكفي أن تكون الفكرة سيئة باش مدارش لأن نخص اللي يحاربها واضح فقط أنا غير بريد من الأدوار الأساسية 30% المغرب في مصف الدول الأولى اللي تتخصص واحد من نسبة كبيرة للإستثمار العمومي بالنسبة للنتيج الداخلي 33% أو 34% إذا السؤال يتنطرحوه ما هي الاختيارات التي تندرها في الاستثمار علاش هذه الاستثمارات ما تعطيناش النتيجة اللي بغيناها من نسبة لمناصب الشغل في نظر كبيرة أنا نقول لك أنا عندي أنا نعطيك هناك من الأسباب الأساسية ربما الاختيار في بعض الاستثمارات هناك كذلك للسينيرجي الالتقائية الالتقائية ما بين المتدخلين بعض السياسات لأنه شوف أنا نقول لك واحد زائد واحد لا تسوي اثنين واحد زائد واحد يمكن انت تسوي خمسة يمكن أن يتسوي ستة إذا جمعت فيها الالتقائية إذا جمعت فيها الحكام إذا جمعت فيها حصن الاختيار هذا هو الحساب للأستثمار ما يمكن تقول واحد مش تروع زائد مش تروع يعطيني جوج لا وهذا هو واشنوك تتفرحوا باش تكون نجاعة هذا هو الفهم أنا نقول لك هذا هو الفهم دينا بالنسبة بالدور ديال القطاع الخاص بالنسبة لدور ديالتحسين المناخ الأعمال بالنسبة كيف يمكن أن نستغلو على التشغيل وهنا تربطوها بطبيعة الحال بوحدة نقطة أساسية وهي المفتاح دي النجاح دي النموذج التنموذي هو التربية والتعليم التربية والتعليم كيفاش نعطي الفرص التربية والتعليم كيفاش نحقق الجودة التربية والتعليم كيفاش نكون واحد الفضاء مساعد على يعني تمدروس على نطلق يعني ذلك الـ طاقات الشباب دي النجاح ومنزل قضية أساسية بالنموذج ما هو دور الابتكار ما هو دور الإبداع هذا هو التصور اللي تنشتغل عليه لأنه أساسي هذا النموذج التنموذي الجديد أن يأخذ بالاعتبار العالم دي اليوم والعالم كيفاش غدا باش ما نكونوش بالنسبة لتحضور دي المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا الصغيرة والصغيرة جدا دول تقدمت بشكل قوي كألمانيا مثلا وغيرها تتشكل هذه المقاولة الصغيرة والصغيرة جدا أكثر من 95% احنا بالنسبة لنا هذا سيتموط نطلق شفال دوباتاي كيفاش عندنا برنامج لمواكبة ولدعم ولتأطير مئات الآلاف دي الشباب خريجي التكوين المهني وخريجي الجامعات هذه في صلب البرنامج اللي تقدمنا فيه منصر التقا مواكباتهم تأطيرهم بطبيعة الحال في عدد من المجالات اللي تعتبروها أكثر انتاجية لأن المتكلمتي على استثمار وخلق مناصب الشغل شنه هي المجالات أكثر انتاجية كيف تصنيع كيف مجال خدمات كيف مجال صناعة تقليدية موسيقى